اشتركوا في القناة من فصيلة الأنوم ولكن نلاحظ ان الشتلة هذي يعني هذي ثلاثين سانتي وهذي خمسة وثلاثين سانتي اللي الحين الافتراق الرئيسي تواب في بدايته ولكن نلاحظ انه هني عندي تزهير والزهر قاعد ينفتح معناته ان النبتة تبي تشيل ثمر من الحين ولكن هل هذي حجم يساعد ان انا اقدر اخلي النبتة تشيل ثمر هل حجمها يساعد انه تعطيني محصول قوي الجواب بكل بساطة لا احتاج ان النبتة تكبر توصل على الاقل يعني ضعف هالحجم خلننقول خمسين الى ستين سانتي قبل لا اتركها انه تتمر فاللي راح اسوي شيين اول شي معاكم راح اسوي قادر انه راح يكون صعب على البعض اللي هو انه راح ازيل كل التزهير الموجود راح اشيله على اساس ما خلي النبتة تحول طاقتها الى التزهير فعنا ليش ازيل هذي الورود في هذي المرحلة لانه النبتة في هذي الحجم لو زهرت واعقدت الثمر راح تستنزف النبتة طاقتها في الثمر نفسه فاحنا ما نبيها تستنزف نفسها في هذي المرحلة نبيها تكبر عساس تقدر تنتج اكثر وتتحمل التمر بشكل احسن فانه في هذي المرحلة نبيها تركز طاقتها على النمو الخضري بعدها ممكن نحفزها نخليها التمر وتحمل التمر بشكل اكثر من الحين الحين نبي الطاقة تروح في النمو وبعدها التمر الشي الثاني اللي ممكن نسويه علشان نحفز النبتة انه ما تزهر او تركز على النمو الخضري القوي انه نغذيها نيتروجين عالي فانه هابي اللي قاعد اسويه مع هذي النبتة اسقيها يوريا او نيتروجين ولكن بسبب وجود عناصر يعني الفوسفور والبوتاسيوم في التربة فقاعدة تسحب وتزهر عندي فانعزز النيتروجين على اساس انه يحفزها انه تعطي نمو خضري ولما تكبر ممكن نحول من اليوريا الى ان بي كي او سماد عضوي يحتوي على الفوسفور العالي في حالة انه يكون سماد عضوي ممكن نستخدم البون ميل على اساس نحفز فيها التزهير والتثمير ففي هذه المرحلة انا انصحكم انه اتزيلون الزهر تخلونها تركز على النمو الخضري الى ان توصل مرحلة انه تكون تقريبا 60 سانتي او يعني يتشكل شكل الشجيرة بشكل كبير وبعدها ممكن نغديها بالفوسفور على اساس تبتدي اتزهر والتمر فاتمنى اننا استفدتم من هذه الفيديو البسيط والسريع ولكن مهم اذا احنا نبي نباتات قوية وتثمير وحصاد قوي من نباتاتنا ان تتابعون هذه النصايح وتستفيدون منها فاللي عنده اي سؤال او اي استفسار بخصوص هذا الموضوع او اي موضوع ثاني ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله رح احاول جاوب اسئلتكم بسرع وقت ممكن واتشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي آي في امان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة